أمهل ألاح نروح لمحطتنا التالية نور وضمن مساحتنا الأخيرة لليوم رح نتعرف على جانب هام بأي مشروع استثماري وفق معايير صحيحة وعالمية التقييم الهندسي وهي مرحلة هامة تتضمن العديد من الخطوات اللي ممكن أنه تضمن بداية صحيحة للأشخاص اللي بيأسسوا مشروعنا الخاص أو بيصعوا لبناء منزلهم أو إعادة بناء وغيرها من المجالات رح نتعرف عليها بشكل أوسع مع ضيفنا لليوم المهندس ويسام الشيشكلي مدير تشغيلي بمجموعة الشيشكلي ومشارك بمعرض بيلتكس أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحا أهلا وسهلا فيكم صباح الخير بالبداية خلينا نحكي عن مشروعكم التقييم الهندسي والهدف الأساسي والرئيسي منه نحنا كشركة بيلدينج رانك نحنا شركة الأولى منوعة بسوريا موضوع التقييم الفني والهندسي للمباني نحنا كشركة الأم هي شركة أردنية لنا عدة فروع بالعالم موجودين حاليا بالسعودية بالإمارات بالعراق وبالأردن وبسوريا أكيد نحنا منقوم بفحص المباني فنيا وهندسيا من ناحية أربع معايير عندنا المعيار الأول هو معيار البيئة المحيطة والموقع معيار الثاني هي العناصر الإنشائية والمعمارية معيار الثالث هي الأنظمة الكهربائية والمعيار الرابع هي الأنظمة الميكانيكية طيب خلينا نقول هاي المجالات اللي انتوا بتشتغلوا فيها ضمن المجموعة خلينا نحكي عن الخدمات اللي عم بتقدموها ضمن التقييم الهندسي نحنا نخدم كل المجالات تقريبا الموجودة إن كان مثلا فحص الشقاق السكنية إذا عندك أنت فكرة بيع أو فكرة شراء شقة ممكن نحنا نفحصها نقيمها فنيا من حيث العيوب ما لا واضحة للعين المجردة ممكن نحنا إذا حضرتك عندك نشاط تجاري بدك تستأجري منشأة معينة ممكن نحنا نقيم لك ياها هل في جدوى من هذا الشراء طبعا مجال إعادة الأعمار نحنا من قيم المباني الموجودة هل هي في جدوى من إعادة صيانتها شو التكاليف شو طرق التدعيم هل ممكن أنه نحنا نعيد صيانتها بتكاليف مع أولى ولا الأفضل أنه نزيلها ونرجع نبنيها من أول وجديد وأكيد نحنا عم نقدم أفكار جديدة هي عم تخدم المجالات الهندسية مثل مثلا موضوع تقريض الكهربائي موضوع أنظمة الحرائق شفتي للأسف الأحداث المؤسفة اللي صارت مثل حريق مول الميرادة أو حريق مشفى المهايني نحنا عم نحاول أنه نتخطى هذا الشيء بالإضافة كمان عم نقدم عم نحاول أنه نشتغل على فكرة هي فكرة استدامة المباني بما أنه نحنا عنا حاليا عم نقوم بمشاريع جديدة عم نكون في مناطق تنظيمية جديدة عم نحاول أنه نروح نحنا لموضوع استدامة المباني طبعا بالتعاون مع المؤسسات الدولة وهدو المنظمات طيب خلينا نركز عليها شوي فكرة التقييم الهندسي أنه أنتم تركزوا على أربع نقاط أساسية هاي النقاط كيف تكون مدروسة يعني بناء على أي شيء فينا نقول على لجنة هندسية أو على قسس معايير معمارية نحنا أساسا نمشينا عليها نحنا حاليا ماشينا على الكود الأمريكي للتقييم ASTM ASTM لدينا شقين الشق اللي هو E-2018 هو بيحكي عن تقييم المنشآت والمباني والشق الثاني هو E-1527 اللي بيحكي عن تقييم الموقع والبيئة حاليا عم نحاول أنه نشتغل على يكون في كود خاص بسوريا بالتقييم نحنا بسوريا ما عنا غير كود تقييم إنشائي أو مراقبة المباني إنشائية نحنا كشركة بيلدينج رانك نحنا عنا أبليكيشن خاص فينا بيتم تنزيل معلومات المشروع أول شي على السيستيم طبعا عنا فريق من المهندسين بيقوم بجمع المعلومات بيطلع عنا فريق على أرض الواقع منبلش نحنا إذا عم نحكي مثلا على مستوى الشقة نحنا نفحص أكتر من 700 نقطة منبلش بالبيئة المحيطة توفر الخدمات توفر الكهرباء إذا لا سمح الله في مثلا خطوط توتر عالي ممكن تكون مضرة بالصحة في شبكات محمول ممكن تكون مضرة بالصحة هاي الأشياء كلها منغطية مننتقل للبناء البناء نفحص خدماته البنية الإنشائية تبعه تمديدات الميكانيك تمديدات الصحية تمديدات الكهرباء المصاعد مثلا الأدراج التشطيبات المعمارية كل هاي هذا الشيء بتم فحصه بعدها مننتقل للشقة أكيد البنية الإنشائية للشقة التشطيبات المعمارية لأدق التفاصيل تمديدات الصحية تمديدات الكهربائية كمان كل هاي الأمور بتم فحصه طبعا نحنا عنا من شركة بيلدينج رانك نحنا منقدم أربع نواع من الفحص أول فحص هو اسمه البي سي ايه اللي هو اللي بيحكي عن الفحص المباني السكنية التاني فحص اللي هو البي سي ايه هو بيحكي عن فحص المنشآت أو العقارات التجارية ثالث فحص أو ثالث خدمة نحنا منقدمها هي فحص الاف سي ايه فحص الاف سي ايه بيكون عنا للمنشآت الصناعية والتجارية منقدم لها بالإضافة للفحص الفني والهندسة منقدم لها إدارة مشروع كامل مع تكاليف التصليح مع تكاليف التشغيلية لعشر سنين لأدام يعني بيكون إدارة مشروع كامل وأكيد عنا الاسبيشار ريبورتز الاسبيشار ريبورتز هي إذا أنت عندك مثلا مشكلة خلينا نقول رطوبة مخفية أو مشكلة إنشائية أو مشكلة كهربائية تسرب كهربائي عم تطلع عندك فاتورة الكهرباء عالية مثلا هاي القصاص كلها نحنا منقدر نغطيها حلو يعني مجالات متعددة ومهمة ويمكن ما كل الناس بتعرف قديش هاي المجالات ضرورية وممكن تتوفر على الناس خلينا نقول مشاركتكم الأخيرة ضمن معرض بلدكس الدولي للبناء كان موجود شركات كتير من دول متعددة هو فرصة مهمة كمان لتبادل الأفكار والخبرات خلينا نحكي عن المشاركة نحنا كمجموعة الشكل كنا مشاركين بعدة مجالات عنا مثلا شي خاص بالطاقة الشمسية عنا شي خاص بالتصميم المفروشات وتنفيذها عنا شي خاص بالأعمال التعهدات والدراسات للإنشائية بالإضافة لبلدينج رانك صراحة بلدينج رانك كان هو كان نشاط هو الأكثر نشاطا خلينا نقول بمعرض بلدكس معرض بلدكس أضف لنا أنه نحنا قدرنا نوصل للجهات الرسمية بسرعة كان فيه اهتمام من السيد وزير الإسكان المدير المؤسسة العامة للإسكان نقيب المهندسين مجالس المحافظات هدول الأشخاص أو الجهات قدرنا نتواصل معهم بسرعة وكان فيه اهتمام كبير منهم طبعا مشكورين بالإضافة لزبائن العاديين اللي كانوا عم يتواجدوا بالمعرض بالإضافة للشركات اللي قدرنا نحنا نتقارب معها خلال هذا المعرض ونقدر نشوف المجالات التعاون اللي ممكن نقوم فيها بالمستقبل إن شاء الله بعد المعرض لما نحكي عن المعرض الدولي للبناء نحنا نقول عن مرحلة إعادة عمار جاي أو مقبل عليها سوريا بشكل كثير كبير بعض ظروف اللي مرت علينا والحرب القاسية وحكيت خلال حديثك إنه كان فيه اهتمام أو لفته من فينا نقول أجهات الرسمية خلينا نحكي عن القطاع الخاص والعام لما يكون فيه تشاركية بهذه النقطة تحديدا في المستقبل نحكي عن تقييم هندسي أساسا مهم للمرحلة القادمة خصوصا للمناطق اللي بدأت تم إعادة بناء التشاركية بهذه التفاصيل أديش مهمة اليوم بالمستقبل البناء بسوريا لأنه فينا نقول إيد وحدة ما بتزقف يعني القطاع الخاص لحاله ما فيه اشتغل والقطاع العام هي تشاركية اليوم واليوم هاي مسئولية وتشاركية لازم تكون على الكل أنه يعني البلد بحاجة لكل حدا لازم يكون واقف مع اليوم طبعا هلأ نحن عم نشتغل على كتير قصص ممكن يعني تكون مفاهيم شوي جديدة على سوريا أو مع فيها اهتمام لا مثلا نحن بموضوع تقييم هندسي خاصة للمرحلة إعادة الأعمار في كتير أبنية ممكن تستفيد أنت من العناصر الإنشائية الموجودة وتوفرع حالك مبالغ طائلة يعني نحن عنا أزل أساسات بس سليمة من كل المبناء أنت وفرتي 40% من تكاليف إعادة البناء مثلا نحن عم نحكي عن أنه نحن بهاي المرحلة عنا هاي المناطق صارت موجودة فليش نحن ما نشتغل على موضوع الاستدامة نحن عم نشتغل هلأ بال2022 فلازم تكون نظرتنا لقدام ما نطلع لورا تمام بالإضافة لمواضيع اللي بتوفر كتير بموضوع الطاقة وموضوع العزل الحراري مثلا ممكن يكون العزل الحراري يوفر تقريبا نصف الاستهلاك الطاقة بتكاليف كتير بسيطة هاي الأمور بالإضافة أنه عم نحكي نحن عن الأمور مثلا اللي بتمس صحة الإنسان يعني إذا عم نحكي عن موضوع التقريض الكهربائي فحص الماسات الكهربائية هدول الأمور كلها بتمس صحة الإنسان هلأ نحن بشركة بيلدينج رانك عنا أكثر من 40 جهاز تقريبا بيفخصوا التلوّس مثلا عنا أجهزة بتفخص التلوّس عنا أجهزة بتفخص الدوضاء عنا أجهزة بتفخص مثل ما حكيت لك الإشارات المضرة بالصحة عنا أجهزة بتفخص البنية الإنشائية عنا أجهزة بتفخص مثلا خلينا نقول الصحية عنا أجهزة بتفخص عنا مثلا باور أنالايزنج باور أنالايزنج هو جهاز بيفخص لك التقرار الكهربائي شو في مشاكل شو في اختلاف ترددات اختلاف تيارة عالي اذا عندك مشكلة بيكشف لك من وين هاي القصص كلها موجودة عنا كلها هاي عم نحاول انه نحنا نغطيها طبعا يعني متل ما حكينا نحنا انه اذا ما كان عنا تعاون مع النقابات بالنهاية متل ما تفضلت حضرتك ايد وحدة ما بتزقف يعني نحنا حتى جاهزين انه بالمستقبل يكون لنا مثلا دور بتدريب شركات تكون منافسة لنا بنفس الوقت نقدر نحنا وياها نغطي هذا السوق طبعا نحنا هلأ حاليا عم نشتغل مع مؤسسة الاسكان مع نقابة المهندسين عنا محاضرة الاسبوع الجاي بمؤسسة الاسكان على طرح هذا الشي لنحاول نصل لكود سوري خاص بالتقييم بياخد المعايير السورية بياخد السوق السورية بعين الاعتبار يعني كمان حضرتك اتطرقت لمسألة كتير مهمة اللي هي الاستدامة ان كان بالبناء او حتى بكيفية اعادة هيكلة اللي كان موجود والدمر وبدنا نرجع من اول وجديد ان عمره الاستدامة هي يعني حياة او خليني يقول راح تكون الخط الجديد بالحياة لكل دول العالم اكي 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 شو اهم المشاريع اللي بلجتوا تشتغلوا فيها بهذا النسق هل درتوا ولا لسه نحن حاليا بسوريا مثل ما قالت لك لسه نشاطنا الفعلي على ارض الواقع ما بلاش حاليا عم ننسق مع الجهات الرسمية عم ننسق مع الشركات الخاصة الموجودة بسوريا بس عندك مثلا بلدان تانية مثل العراق عم يتم الشغل مع الحكومة العراقية على مشاريع كبيرة لخمستاشر سنة لقدام كلها هي يعني الخيار الاول موجود هو موضوع الاستدامة الشي الاول اللي عم نشتغل عليه هو موضوع الاستدامة اذا عندك مثل البلد الاردن مثلا موجودة الشركة الانفية هن متفقين مع نقابة المهندسين انه لحيتم وضع كودات خاصة بالاردن لحيتم موضوع التقييم كله حيتم دراسته مع النقابة بالتعاون مع الشركة شو اللي موقف بسهل حتى نبلش بهذا الموضوع مدام عنا اماكن كتير هلأ بلشوا فعلا باعادة العمل عليها وفي مشاريع موجودة تماما كيف يتم دراست هذا الموضوع مع النقابة يعني تماما هلأ حاليا نحنا كانت فكرتنا جديدة شوي تم التعرف عليها اكتر بالمعرض فهلأ في اهتمام كبير من الجهات الرسمية ان شاء الله هلأ بعد المعرض نحنا عم نشتغل معهم على هاي الامور كلها مننا نحاول نغطيها كلها باسرع وقت ممكن مننا نحاول نبلش باسرع وقت ممكن مننا نحاول نجمع التعاون من كل الجهات اللي ممكن تساعدنا بهذا الموضوع لنوصل لمرحلة اعادة اعمار تكون على اسر صحيحة على اسر صحيحة تماما مية بالمية وتكون يعني تأسس لسوريا المستقبل يعني احنا مو معاود نرجع لورا كمان ان شاء الله بإذن الله سوريا تكبر بولادها وأكيد متما قلت بنعمر سوا بإذن بإذن بالختام مننا نتشكرك أكيد متمنى لكون التوفيق بالمعرض متمنى نشوف هيدا المشروع على أرض الواقع قريبا بإذن الله شكرا كتير لكم شكرا كتير لكم شكرا كتير لكم